أهلاً وسهلاً لطلبة أول سنة وفي مادة الأحياء في الدرس التمهيدي كلمنا عن الجزئيات البيولوجية الكبيرة والنهاردة في الدرس الأول هنشرح الكربوهيدرات ببساطة كده الكربوهيدرات هي عبارة عن جزئيات بيولوجية كبيرة يعني بوليميرات بتتكون من عدة جزئيات أصغر اللي هي المونيميرات تسمى السكريات الأحادية والسكريات الأحادية هي أبسط أنواع الكربوهيدرات الكربوهيدرات بتشمل كل من السكريات والنشويات والألياف والألياف هي إحدى مكونات الأغذية النباتية وبيدخل في تركبها مادة السيرولوس ودي مادة غير قابلة للهضم في الإنسان ولكنها بتساعد في دفع الطعام داخل الجهاز الهضمي خاصة في الأمعاء الغريزة مما يساهم في تسهيل عملية التبرز على سبيل المثال البلاستيدة الخضرة بتحتوي على مادة النشا اللي بتتكون من سكريات أحادية فاحنا عندنا النشا ذاك بوليمير كبير بيتكون من هونيميرات صغيرة اللي هي السكريات الأحادية الصيغة العامة للكربوهيدرات هي CH2O الكل مضروف في الرمز N والصيغة العامة بيتضح أنها بتتكون من زرات كربون وعيدروجين واكسجين بنسبة 1 إلى 2 إلى 1 بالترتيب من الصيغة العامة لمعظم السكريات الأحادية اللي هي CH2O الكل مضروف في N بنجد أن الرمز N بيستدل منه على عدد زرات الكربون الداخلية في تكوين السكر فمثلا في سكر الجلوكوز اللي هو رمزه C6H12O6 هنلاحظ أن الرمز N بيساوي 6 وهكذا بيتم تصنيف الكربوهيدرات طبقا لتركبها البوزيه إلى سكريات بسيطة وسكريات معقدة أو سكريات عديدة السكريات البسيطة بتنقسم إلى سكريات أحادية وسكريات سنائية سكريات أحادية زي الجلوكوز والفراكتوز والجالكتوز والريبوز وسكريات سنائية زي اللاكتوز والملتوز والساكروز إنما السكريات المعقدة زي النشا والسيرولوز والجلايكوجين ولا نتكلم عنهم بالتفصيل من خصائص السكريات البسيطة هي إنها قابلة للزاوبان في الماء ولها وزن جزيه مخفض وتتميز عادة بطعم حذر وزي ما قلنا أن السكريات البسيطة بتنقسم إلى سكريات أحادية وسكريات سنائية السكريات الأحادية لو نتكلم على التركيب الجزيه لها هللاحظ إن هي بتتكون من جزيه واحد فقط بيتكون من سلسلة من زرات الكربون من 3 ل 6 زرات بيتطبط بكل منهما الأكسجين والهيدروجين بطارية معينة لذلك تعتبر السكريات الأحادية هي أبسط أنواع السكريات هنا مثلة السكريات الأحادية قلنا البلوكوز وده سكر العنب والفراكتوز اللي هو سكر الفواكه والجالكتوز وده بيدخل في تركيب سكر اللبن والريبوز وده سكر خباس الكربون بيدخل في تركيب الحمد النووي اللي هو RNA إنما السكريات السنائية لو هنبص على تركيب الجزيه هنلاحظ إن هي بتتكون من اتحاد جزيين من السكريات الأحادية معا يعني سكر أحادي زي سكر أحادي بيدينا سكر سنائي ومن أمثلة السكريات السنائية عندنا اللاكتوز اللي هو سكر النبن وده بيتكون من جزي جالكتوز زايد جزي بولوكوز والملتوز وده سكر الشعير وبيتكون من جزي جالكتوز زايد جزي بولوكوز والسكريوز اللي هو سكر الأصب بيتكون من جزي بولوكوز زايد جزي فراكتوز في حالة مرضية اسمها عدم تحمل اللاكتوز الحالة دي بتتميز بعدم القدرة على هضم اللاكتوز اللي هو سكر اللبن بسبب غياب أو نقص إنزيم اللاكتز المسكول عن هضم اللاكتوز وينتج عن ذلك حدوث الانتفاخ والتقلصات المعاوية والإسهان ولتجنب الأعراض دي الأشخاص اللي بيعانوا من عدد تحمل اللاكتوز بيتناولوا منزيم اللاكتوز في شكل أقراس قبل تناول منتجات الألبان زي إن برضو الأطفال اللي بيعانوا من هذه الحالة المرضية يمكن إعطاؤهم لبن يعتمد في تركيبه على فول الصوية الخالي من سكر اللاكتوز في ملفوظة برضو لازم ناخد بلنا منها وهي إن لما يرتبط سكر أحادي مع سكر أحادي تاني بيتم نزع جزيء ماء أثناء تفاعل كيميائي لتكوين سكر سناي صيغته الجزيئية بتقل بمقدار زرتين هيدروجين وزرة أكسوجين يعني مثلا لما يجي يرتبط جزيء الجلوكوز مع جزيء الفراكتوز علشان يكون السكروز بيتم نزع جزيء ماء أثناء تفاعل الكيميائي برضو لما بيجي يرتبط أكثر من سكر أحادي مع بعض علشان يكون السكر معقد أو عديد التسكر عدد جزيئات الماء اللي منزوعة بتقل بمقدار واحد عن عدد جزيئات السكر الأحادي المرتبطة معا فعلى سبيل المثال لو ارتبط أربع جزيئات جلوكوز علشان يكون السكر عديد بيتم نزع ثلاث جزيئات من الماء أثناء التفاعل الكيميائي وبالتالي هتكون صيغة المركب الناتج هي C24H42O21 تعال دلوقتي نعرف دور السكريات الأحدية في عملية إنتاج الطاقة داخل خلايا الكائنات الحية لما بيحصل أكسيدة الجلوكوز داخل الخلايا في الميتوكندرية بتنطلق الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في جزيئ الجلوكوز علشان تتخزن في مركبات تسمى أدينيوزين سلاسي الفوسفات ونختصاره ATP بعد كده بتنطق المركبات الـ ATP إلى أماكن أخرى في الخلية لاستخدام الطاقة المختزنة فيها لإتمام جميع العمليات الحيوية في الخلية وبالتالي سكر الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة المختزنة في جزيئ الـ ATP وجزيئ الـ ATP هو المصدر المباشر للطاقة داخل خلايا الجسم ويطلق عليه اسم عملة الطاقة في الخلية نيجي بعد كده للسكريات المعقدة أو السكريات العديدة واللي بتتميز بأنها غير قابلة للزوباء في الماء وبيكون لها وزن جزيئ عالي وليس لها طعم حلو ولو أن بص على تركيبها الجزيئ هللاحظ أن هي بتتكون من جزيئات عديدة من السكريات الأحدية مرتبطة مع بعضها ومن أمثلة السكريات المعقدة النشا والسيلولوز والجلايكوجين وكلها بتتكون من جزيئات جلوكوز متحدة مع بعضها بطريقة مختلفة أهمية الكربويدرات بتتلخص في ثلاث حاجات أول حاجة هي الحصول على الطاقة تاني حاجة تخزين الطاقة تالت حاجة بناء الخلايا الحصول على الطاقة لأن الكربويدرات بتعتبر من المصادر الأساسية والسريعة لحصول على الطاقة تخزين الطاقة لأن الكربويدرات بتستخدم لتخزين الطاقة في الكائنات الحية لحين الحاجة إليها بحس أن النبات بيخزن الكربويدرات في صورة نشا والحيوان والإنسان بيخزن كل منهما الكربويدرات في صورة جلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات وبناء الخلية لأن الكربويدرات بتعتبر مكون أساسي لبعض أجزاء الخلية زي السيرولوز اللي بيدخل في تركيب جدر الخلايا النباتية ده غير إن الكربويدرات بتدخل في تركيب الأخشية الخلوية وبروتوبلازم الخلايا وفيما الحصدين كده في الآخر اللازم ناخد بالهم منها هي إن السكريات البسيطة بتعتبر من المصادر الأسية والسريعة للحصول على الطاقة وده بسبب قابليتها للزغباب في الماء وهطمها وانتصاصها من الأمعان الضقيقة بسهولة ثم وصلها لخلايا الجسم بسهولة عبر الدم في صورة سكريات أحدية زي الجولوكوز ليتم الحصول على الطاقة منها بسرعة وتخزينها في مركبات الـ ATB تاني ملحوظة هو إنشاء والجليكوجين بيعتبر من الكربويدرات التخزينية بينما السيرولوز من الكربويدرات التركبية اللي بيدخل في تركيب الخلية نفسها وبكده أنا بخلصنا درس الكربويدرات ما تنسيش تعملوا اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة